في العالمين أصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آل واصحابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسولهما بعد يقول نبي عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكروا من الله في من عنده يعني هذا الباب أن الإنسان يحرص على مجالس قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مجالسة التي يكون فيها الخير والبركة وتكون إن شاء الله في ميزان حسناتك يوم القيامة وهذه طبعا أيام لا أخر عليكم أيام طيبة ومباركة فاضلة رمضان وخاصة العشر الأواخر وصلنا في وصف النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيلوا الصحابة وصفوا حتى نعالة رسول الله صلى الله عليه وسلم شون كانت نعالة وذلك اللي حبهم له قال عيسى بن طهمان أخرج إلينا أنس ابن مالك نعليني جرداويني يعني ما فيهم شعر لهما قبالان فحدث لي ثابت بعد عن أنس أنهما كانت نعلي النبي صلى الله عليه وسلم محتفظ بنعال نبي عليه الصلاة والسلام جرداوين يعني من غير شعر طيب لهما قبالان يعني مثل ما نقول احنا نعالة مصبع ومو بس اللي هو بين الصبعين لا أول الصبعين وكذلك الثاني والثالث احنا بالعادة نعالة يكون لها بس صبع واحد حبل واحد لا هذه اثنين طيب لها لهما قبالان قبالان تمسك الرجل عشان تبت الرجل قال عمرو من حريث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين يعني مخروزتين يعني بعضهم ماذا قال ماذا تعني مو بس طبقة واحدة يعني النعال من شلو يسوونها قبل من الجلد يعني المرات شلون يبون يسوون النعال مرتفعة عشان ما تتعدى بالشوك لو تبس طبقة واحدة أي شوكة ممكن تدخل فلا هذه مخروزتين يعني طبقة على طبقة حسنا نقول طبقتين جلد فتكون أرفع وتكون أحفظ وتستمروا إياك لكن لو كان الطبقة واحدة من الجلد أي مسمارة أي شوكش أي تدخل وكذلك ممكن تستعملها ممكن شهر شهرين مثل ما نقول حتى تتسحك فهذه لا يقول نبي يقول أمرو حري مخصوفتين يعني مخروزتين أو أنه مرقعتين يعني ممكنها طبقة جلدة واحدة لا أكثر من جلدة وأيضا هذا الحديث فيه ماذا جواز الصلاة في النعال لا بل موجدي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر على الاستحباب طبع في من العالم قال أنه يجب الصلاة في النعال وهذا القول مرجوح ما يجب الصلاة في النعال لكن يستحب وهذا ذكروا علماء أنه يكون بشروط بحيث أنه ما تكون مثل مساجدنا الآن مفروشة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أصبأ صخر فعادي تدخل بالنعال المسجد عادي فيستحب أن تصلي بالنعال لكن مثل الآن مساجدنا تخيله وإحنا نتأتي من الشارع وتكرم بالنعالك وجوتيك شلي يصير أبد يوم يومين زريبة صاير مسجد من الغبار طيب لكن أنت مثلا خلينا نقول في مكان عملك تبي تصلي سنة الضحة ما لحاجة تفسخ النعال أنت مكان مثلا يكون سيادتك مكان مضيفة تصلي أنت مثلا في البيت أنت شايفين البيوت صار سيراميك طيب سيراميك ورخام فصل من غير ما تفسخ النعال صل بنعالك طبق السنة هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول أحد الصحابة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعالين ويتوضأ فيها أيضا يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام في النعالين لوحديث عبيد من جريج شنو معنات أنه يتوضأ في النعالين يعني تكون ملبوسة عليه لو يصب عليه الماء يعني يدخل الماء وفي من العلماء قليل من العلماء قال أنه كذلك يجوز يعني المسحة للنعالين مسحة للنعالين لكن احتياط أن الإنسان يخسل الرجلين يعني أنت تتخيل إذا كان نعال مثل ما مروا يان الحديث لهما قبالان هي أرضية من تحت من فوق فيها خيطين أو سيرين فأنت تتخيل حين لو تصب عليها ماء أكيد الماء بيحوش الرجل يعني مو مثل الحذاء مغطي الرجل لو تصب بالماء لا يصل لا لو تغسل الرجل من فوق النعال يصل الماء إلى الرجل فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ في النعال وفي رواية يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عفوا يقول نبي عليه الصلاة والسلام خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فأنت تصلي وتخالف اليهود تصلي في النعال طبعا إذا كان أمكان وفي الخفاف تصلي في الخفاف ما هو مشكلة تلبس خفة صلي المسجد عادي نظيف وعن أبي يريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا النبي عليه الصلاة والسلام هذا أدب نهى أن الواحد يمشي بطبجة وحدة ليش في رواية أخرى تقول فإنها مشيت الشيطان النبي عليه الصلاة والسلام يقول نص الحديث إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة فهذا مشيت الشيطان أنه يمشي بنعل واحدة يعني حتى نسأله الشيخ من بازال يرحمه بعض المرات الواحد مثل المسجد أنت تلبس الطبجة الأولى زين وتدور طبجة الثاني يمكن واحد شاي تايمين فيمكن يبحث الواحد على نعاله والثاني والأولى لا بسه لا لا تلبس الأولى إلا لما تشوف الثاني تتأكد أنها موجودة شلون يعني الحرص على السنة يعني قال أن يحرص الإنسان أنه ما يمشي خطوة إلا بسنة خلق حياتك كلها تصير بالسنة شربك قيامك نومك جلوسك نعالك كلها تكون على السنة حتى تجتمع مع صاحب السنة وهو النبي عليه الصلاة والسلام فالإنسان يحرص أنه إذا مشى ما يمشي إلا بن علين واحد دين قال مثلا ضايعه أو منقطع الطبجة لا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لينعلهما جميعا يعني عليه الصلاة والسلام إذا انتع على أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن أولهما تنعلي عن اليمنى وآخرهما تنزع شوفوا شلون هذا الأدب السنة قول سنة من النبي عليه الصلاة والسلام أنك لما تبي تلبس النعال أول شي تلبس الرجل اليمنى وبعدين اليسرى وبعدين بقيت تفسخ أول شي تفسخ اليسار وبعدين تفسخ اليمين وتانزين يا جماعة أن نحرص على هذه السنة الحمكم الله نحرص على هذه السنة والله يشوف أنت أقف وقت الصلاة أو الخروج من الصلاة وشوف الناس شلوه لما يخرجون الكثير ما يعبه يلبس اليمين أو اليسار عادي نقول ليش إحرص منك أنت لابس لابس فابدأ باليمين حتى تنال الأجر من رب العالمين وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيخ حديثة قبل هذا يعني بس إذا تبحث على الضجة الثانية أنه ما تلبس وشون تبدأ واحدة تنسي بالجوار معنا يعني كان أول في الصخر كما تبضلت يعني شون يبدأ يمشي بطب جوار لا من عندنا يمشي بطب جوار واحدة الشيطان لا ليهود الشيطان الشيطان يمشي في النعل واحدة يمشي في كل جوار شيطان الشيطان عالم الجن هذا عالم ثاني عندهم عندهم تربيوت وعندهم دواب وعندهم أكل وعندهم أشياء يعني عالم وعندهم ميعان وميعان وشلون شيطان يلبس ميعان واحدة يمشي ممشي يعني طبيعي ما يقدر يمشي في طب جوار واحدة يعني بطب جوار شيلي يصيب بعد المرات أن الواحد مثل تنقطع طب جوار ما هذه هي السنة هذا هو هذه السنة لأن شيلي يصير في ناس يقول يقول لك يعني مثلا بدال أنا أمشي مثلا حافي خلا أمشي على الأقل بطب جوار اي طام يطامر نقول لا لا نفسخ خمثين طيب ثم قال باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء ذكرنا خاتم النبوة اللي هي هذه الشام اللي سير وظهر لا الآن الخاتم الذي يلبس الخاتم الذي يلبس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق شو يعني ورق فضة يجوز للرجل أن يلبس الفضة خاتم فضة يجوز له وكان فصه حبشيا من الحبشة كان فصه له فص الخاتم يا أما يكون له فص يا أما ما يكون له فص النبي عليه الصلاة والسلام عنده خاتم يكون فص خاتم لا من غير فص عليه الصلاة والسلام فهذا فصه حبشيا من الحبشة وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم خاتم فضة فكان يختم به يعني شون يختم يختم به الكتب لما كتاب يكون رسالة يبعث بها إلى كسرة إلى قيصر يكون مختوم من خاتم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يلبسه وعن أنس من مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صدر رسول صدر الله صدر النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم والخاتم عليه نقش شون منقوش محمد رسول الله وشون مكتوبة كل واحدة بصطر محمد رسول الله ذكر الحاطب بن حجر أن فيه من العلماء قال أنها أول شيء مكتوب الله بعدين رسول بعدين محمد قال لا ما علي دليل بالظاهر نلأ أول شيء محمد رسول الله هكذا هكذا مكتوبة فخاتم النبي عليه الصلاة والسلام منقوش بمحمد رسول الله وفي طريق أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي الملوك يدعوهم يصنوا خطابات الخطابات الرسمية ومهو بس الحين من أيام النبي عليه الصلاة والسلام وقبل من ملك إلى ملك من قائد إلى قائد من دولة إلى دولة فقيل له يعني قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم يعني إذا وصل كتاب إلى ملك الحبشة أو إلى ملك كسرى كسرى ما يقبل الكتاب لا وين ختم حتى من الحين تعالوا وين ختم وين الورقة الرسمية المكتب عليها مثلا دولة الكويت لازم هذا أما ورقة هذه اي فور بيضة وبس مكتب عليه كلام الدول ما راح يقبلونها وهذا تشوفوا سبحان الله الترتيب من القديم زيانا موجود فصاق رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله فكأني أنظر إلى بياضه في كفه يلمع الخاتم في كف النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده حاط الخاتم في يده عليه الصلاة والسلام بعد ما مات وينود الخاتم البس أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم كان في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم كان في يد عثمان رضي الله تعالى عنه ولما كان في يد عثمان قدر الله وطاح في بير وقع في بئر أريس وقع في بئر أريس يعني شنهما حفظوا على هذا ختم مبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر طلع إلى خاتم ومكتب عليه أبو بكر خليفة رسول الله لا خلوا نفس الخاتم مكتوب محمد رسول الله لكن قدر الله في زمن عثمان فقد هذا الخاتم وقع في بئر أريس ثم قال الترميدي رحمه الله باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه شوفوا الدقة باليمين ولا باليسار عن علي ابن أبي طالب وعبد الله من جعفر وجابر ابن عمر طيب ابن عمر أنه كلهم ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس خاتمه في يمينه وكذلك عبد الله من جعفر ذكر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه وجابر ابن عبد الله وكذلك ما قلت لكم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك ابن عمر وفي زيادة حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام تخذ خاتم من فضة وجعل فصه مما يلي كفه الفص يعني هذا اللي كان حبشيا مو من فوق لا يفر ويخلي إليه داخل داخل كفه عليه الصلاة والسلام ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معايقيب في بئر أريس يعني ما حد ينقش مثل نقش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش؟ إذا نقش صار تزوير صار تزوير ما يصير تتزور طيب وهو الذي سقط من معايقيب منه معايقيب؟ هذا رجل كان يحفظ بيت ما المسلمين في زمن عمر وفي زمن عثمان عثمان مخلي خاتم عنده أن يحفظه لكن سبحان الله قدر الله طاح في بئر أريس وعن جعفر بن محمد عن أبي قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يساره ماء يتختمان في يساره ماء وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فكان يلبسه في يمينه شون خاتم من ذهب يلبسه؟ لا كمل الحديث فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم فلاحظوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم وكذلك الناس كانوا يلبسون الخاتم وهذه يدل على ماذا؟ يدل على أنك كذلك يجوز للناس يجوز لك أنك تلبس الخاتم لماذا؟ لأن هناك علماء قالوا لا الخاتم فقط للرئيس عشان هو يختم الكتب يعني التختم يكون للحاجة ملزينة لا كانوا يتختم النبي عليه الصلاة والسلام والناس يتختم الصحابة فكان يلبس او شيء من ذهب وبعدين رماه لماذا؟ نسخ الحكم كان يجوز التختم بالذهب ثم نسخ الحكم يعني شنو ألغية كان يجوز بعدين صار حرام والأسف هذا إلى الآن يقع فيه بعض الناس أن يكون لابس خاتم من ذهب هذا حرام لا يجوز يا جماعة لا يجوز لا وبعد همّا هناك غير مشكلة أن خاتم ذهب أنه يصير دبلة يمكن دبلة خطوبة همّا هذه لا تجوز لماذا؟ فضة ولا فضة لا تجوز ايه بسكر عليكم كيف يعني طيب هذا يعني سبحان الله ذكر رشي عبدالثيمين كتاب التوحيد أن هذا من الأمور التي ما تجوز الدبلة هذه دبلة الخطوبة يسمونها دبلة الخطوبة ما تجوز سواء من ذهب أو من فضة سواء للرجل أو للمرأة وحي يقول بس المرأة يجوز أي جوز لكن سالفة أن تلبس هذه دبلة الخطوبة ما يجوز ما يجوز لا يقول لك شوان عشان نعرف إنها مخطوبة ما قصدك تعرف المخطوبة يعني عشان ديه واحد بيغازلها لا يعرف هذي مخطوبة يروح لك وحدة ثانية شالحيت شي هذا نعم أو يبي يخطبها هذي محجوزة يقول محجوزة لا يقول ما يجوز دبلة الخطوبة هذه ما تجوز يعني ذكر الشيخ بثيمين أن هذه أصولها النصارى أنه لما يتزوجون يضع الإصبع على الأب والأب والأبن والروح القدس بعدها يلبسون الخاتم والأسف أنه فيه اعتقادات يعني تخيل أنه أنت خاطب وحده وبعدين تشوف خطيبتك من غير الخاتم ليش فاصخ الخاتم ويسوي مشكلة نعم ونزل شي الرجل ليش فاصخ الخاتم شايف وحده غيري يشايف وحده غيرك شو المشكلة طيب هذه مشكلة بعد أنه فيه للأسف وقت الخطوبة يطلعون يا بعض يروحوا إياه ويتقدم ويتعشوا ويسولف ويقعوا ويهلها لا ما يجوز ما يجوز شيخ ما أدري عنها قاعد لنا الشيخ لا ما يجوز ما يجوز إنه فقط خطبة من غيري عقد القران أو كتب الكتاب لا ما يجوز مو زوجتك هذه خطيبتك صح لكن مو زوجتك طيب فالمهم فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتهم يعني شوفوا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام قط خاتم دمعه حتى في شوفوا حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام في واحد من الصحابة كان لابس خاتم ذهب فالنبي عليه الصلاة والسلام شال рай منه شالا وقطه شو لابس خاتم ذهب ما يجوز لرجل فالمهمammable لما مشى ذهب النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام قالوا لهذا الصلاة والسلام وروح واخذ خاتمك هذا الذهب وحلا بيئة عطى واحدة من مرتلك يعني عادي يجوز المرأة يجوز تبيعها قال اخذ شيء انطرحه رسول الله من نبيه الشي لو يقطع انا اخذه لا انا اخذه ابد طيب المهم ان ان هذه حدثة دول على سنية التختم اليمين سنية التختم في اليمين ولو لبس الانسان الخاتم في اليسار فيجوز يجوز كما وقع من الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهما وايضا يعني ورد ان النبي عليه الصلاة والسلام حديث ما ذكر الترمذي لكن من مصدر اخر قال انس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى خنصره من يده اليسرى هذا الخنصر من يده اليسرى كان في هذه فيدول على ماذا ان كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتختم في اليسار في يده اليسرى وكذلك عن الصحابة الحسنى فيجوز انك تلبس الخاتم في اليد اليمنى او اليد اليسرى وقال المنقيم رحمه الله ولبس الخاتم واختلفت الاحاديث هل كان في يمنى او يسرى يقول وكلها صحيحة السند يعني ثبت هذا ثبت هذا ويجوز هذا ويجوز هذا طيب لكن في اي اصبع يقول علي رضي الله تعالى عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اتختم في اصبعي هذه او هذه فاومأ الى الوسطى والتي تليها يعني في الوسطى والتي تليها في اصبع الوسطى والسبابة لا ما تتختم لكن تتختم في الخنصر والبنصر يجوز خنصر والبنصر اما السبابة والوسطى لا السباب والوسطى لا ثم قال باب ما جاء في صفتي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انس رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة القبيعة اللي هو صوب المقبض المقبض قبضة من فضة تشوف الحين يجوز الخاتم من فضة والحين كذلك السيف يجوز القبيعة تكون من فضة فالأمر أمر الفضة يختلف عن الذهب فمن ناحية الفضة أوسع أوسع من الذهب الذهب لا ما يجوز ما يجوز الرجل يستخدمه لكن الفضة لا يشوف أنه يستخدمه كخاتم يستخدمه كقبيعة للسيف وقال أحد العلماء هذا الحديث صريح بأن تحلية آلة الحرب بالفضة جائزة يجوز بعضهم قال حتى لا يستحقن للكفار يعني تخيل لما كفار يشوفون والله شوف من فضة وتلمع يهابون منك الأعداء باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم شنوه الدرع؟ القميص الذي يلبس ليحمي المحارب نفسه يكون من حديد واقي نعم عن الزبير من العوام رضي الله عنه قال كان على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد درعان مو بس واحد اثنين واحد وفوق الثاني زيادة في الحماية طيب هل هذا يقدح في التوكل؟ هل معنات أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه خايف من الموت ومو متوكل على الله؟ لا هذا من التوكل واتخاذ الأسباب أن الإنسان يتخذ الحماية مثل في ناصر اربط الحزام يقول لا أنا متوكل على الله شنوه علاقة أن الإنسان لما يربط الحزام وما يتوكل على الله؟ لا هذا من التوكل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل اعقلها وتوكل عندي ناقة وحطة برية يعني شا يسوي؟ لا اعقلها يعني اربط ناقتك عشان ما تنحاش متوكلا على الله كذلك اربط الحزام وقول دعاء الركوب توكل على الله المسافة أنه أنا رابط الحزام معنات أنا ما عندي توكل له هذا من التوكل على الله من اتخاذ الأسباب فكان عليه درعان عليه الصلاة والسلام فنهض إلى صخرة قلنا هذا بعد ما وقعت الهزيمة في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يظهر نفسه للمسلمين أنه أنا حي وما مت عليه الصلاة والسلام لكنه كان مصاب عليه الصلاة والسلام شجع رأسه وكسرة ربعيته كان يقتل عليه الصلاة والسلام فكان متعب وكذلك مدرع واحد درعين من حديد فقال فكان يبيه يوقف على الصخرة يقول الزبير فلم يستطع عليه الصلاة والسلام فلم يستطع أن يقف على الصخرة فأقعد طلحة تحته طلحة راح تحت النبي عليه الصلاة والسلام تسند عليه يدوس عليه تسند عليه رسول الله وصعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى استوى على الصخرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام اوجب طلحة يعني اوجب شنو الجنة لفعلك هذا ان خدمت خدمت النبي اوجبت الجنة عليه الصلاة والسلام فكان يلبس النبي عليه الصلاة والسلام الدرء باب ما جاء في صفة مغفري شنو المغفر ليحمي الوجه في مغفري رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انس ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر فلما نزعه قيل له هذا ابن خطل متعلق باستار الكعبة قال اقتلوه طيب فدخل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وعليه المغفر قال هذا ابن خطل متعلق باستار الكعبة كان معروف عند العرب اللي يتعلق باستار الكعبة ما انجيسه لكن لا هذا خبيث اقتلوه هذا استثناء يجب ان يقتل كان في بعض الناس قد استباحى النبي عليه الصلاة والسلام دمهم مثل عبد الله بن ابي السرح لكن سبحان الله جاء خلف عثمان يا رسول الله هذا ابن ابي السرح قد اسلم النبي عليه الصلاة والسلام ساكت وباعدين مثل شوي طول السالفة النبي عليه الصلاة والسلام بعدين خلاص قبيل اسلامه بعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم يعني انتوا ليش ما قتلتوا هذا مستباح الدم موروظكم تقتلونه فقالوا ها هو اسلم طيب لكن ان كان سوى شيء استبيح دمه فجاء تائبا زيل لكن هذا كان مستباح الدم فالنبي عليه الصلاة والسلام فصحابه قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني بس اشرنا بعيونك يا رسولة بس ما تقول اغبز لنا فقال ما كان لرسول الله ان يكون له خائنة الاعين لا مو انا اللي عندي حركات هذه نغزات ويمين وثار ما عندي هالشيء هذا لكنها اسلم رضي الله تعالى عنه طيب فالموم كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس المغفر اللي هو الذي يحمي الرأس طبعا هذا من الاستثناءات للنبي عليه الصلاة والسلام لانه ما يجوز القتال في مكة شلون حمل السلاح فيها لكن استثنيت للنبي عليه الصلاة والسلام وقال ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي ما يجوز شلون القتال في مكة بيت الله الحرام يقول الله سبحانه وتعالى ومن دخله وكان آمنه فشلون هذا القتال لا هذا استثناء للنبي عليه الصلاة والسلام فترة محددة وما أحل قبله ولا بعده وإنما أحلت لي ساعة من النهار اللي هو في فتح مكة من فوائد هذا الحديث مشروعية لبس المغفر وغير من آلات السلاح وهذا لا ينافي التوكل النبي عليه الصلاة والسلام يلبس المغفر والدرع وهذا لحماية نفسه صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر قال رضي الله عنه دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء طيب شلون عمامة والحديث اللي قبله مغفر ما يمنع أن نجمع بينهم أن نلبس عمامة وفوقها المغفر نلبس عمامة وفوقها المغفر والعكس يعني شل مانع أن يكون لابس الشيين حماية له صلى الله عليه وسلم وعني من عمر رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام دعتم سدل عمامة وبين كتفي العمامة تلف على الراس يكون لها لعابة فيزدلها بين كتفي عليه الصلاة والسلام وكان لونها أسود شلون؟ أسود يعني اللوة ثانية اللوة اللوة لا 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 نحن مثل ما ذكرنا ثياب النبي عليه الصلاة والسلام لبس أبيض لبس أخضر لبس أسود لبس أحمر طيب؟ فكان يلبس الشي العادي يعني يعني لا تعتقد أنه من السنة يلبس عمامة وسوداء البس يعني هذا كان من نعات العرب كان وقتها كان لونها أسود يلبسها لكن حنو في ألوان نص عليها النبي اللي هو مثل اللون الأبيض هذا يستحب أنه أقول من السنة لبس البيض لكن في أشياء يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام كعادة كعادة مثل ذكرنا فتح الأزرار يخلي الأزرار مفتوحة عادة عليه الصلاة والسلام وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء ما معنى دسماء؟ قيل سوداء وقيل متلطخة بدسومة شعره دسماء يعني دسمة من الدسم كان يدهن عليه الصلاة والسلام ومن كذن ما يدهن سبحان الله ظهر هذا الدهن على على العمامة يقول ابن العربي من علماء المالكية رحمه الله العمامة سنة الرأس وعادة الأنبياء والسادة يعني هذه مسألة أن قضية العمامة أو بخلنا نقول بشكل عام تغطية الرأس تغطية الرأس هذه تعتبر من الزينة وكذلك من الهيبة ومن الأشياء يعني مثل ما أقول الحين هل بالنسبة لنا بدول خليج يصير اجتماع دول مجلس التعاون فيه واحد من الرؤساء يأتي مفرح من غير غطاء رأس يعني كل واحد يعني مثلا بالنسبة لكويت وقطر الغطرة بالنسبة عمان عمام السودان كده لا هذا لبسهم هذا لبسهم هذا كما لبسهم احنا كذلك في أحد مثلا يعني خلنا نقول مثلا الكويت والخليجي بالعرس لا بزجداشا مفرح هذا من كمال الزينة هذا من كمال الزينة طيب لكنه ليس من الفرد وليس من الواجبات يعني فيه ناس يعتقد ان لا أنا لازم أغطي رأسي وأصلي لا ما يجب ما يجب تغطية الرأس للصلاة لكن لا شك ان هذا من الزينة يعني بالنسبة لنا احنا افضل الواحد مثلا لابس غطرة وقال او طاقية العمام هذا افضل وتعطر يتزين للصلاة هذا افضل مثل ما تتزين العرس والمناسبات الرسمية الصلاة اولى لكن ما نقول ان الصلاة محرمة وناقصة في بعض الدول تلقى عند المسجد عند بعض المسجد حاطين شلون القحافي ما تصلي له بقحفية لازم تلبس قحفية تغطي رأسك يا ويلك اذا ما غطيت رأسك زين ويستشدون بحديث ضعيفة الصلاة بعمامة كخمسين صلاة بين غير عمامة او حديث غير صحيح طيب المهم نقول انا افضل ان الانسان يصلي مغطر الرأس في كامل زينته لكن لو صلى بغير غطاء صحيحة مجائزة وليست ناقصة هم شيخ في الحرم يعني كلهم قابلين يجح هذا يعني هل هذي عن من الوقار او هما عندهم يعني شيء لازم تلبس الحنا وهو عند عند بعض اعتقاد اهل ودول الشرق آسيا عند اعتقاد انه لازم ألبس قحفية هذي طول اليوم قاعد بغير قحفية لكن بس يديش المسايد ألبس قحفية زين يعني مثل حين مسايدنا صار شنو وزار عشان لأسف بعض الشباب يأتي ولابس فوق ركبة فحطي الوزار صار منذ الحنيم يحطون لهم ثوب وهم هناك يحطون قحفية زين يعني هذا من باب من باب الكمال شيء حلو انه يغطي راسه شيء حلو لا نقول يجب وانه ما يصلي مثلا الا لما يغطي راسه لا صل حتى لو ما تغطي راسه يعني ابن العربي مثل ما ذكرنا هاي سنة المرسلين والسادة ما نقول سنة ان النبي عيسات والسام حث عليه لكن هذا كان عادتهم هذا كان يعني مثلا احنا ما نقولنا احنا كما زينتنا بالنسبة لنا كمجتمع خليجي تغطي الرأس بل انه قبل يعني يعني واحد يذكرني بعنيزة اذا كان واحد يسوي عقوبة عفوا يسوي خطأ شون يعاقبونا يقول تمشي جدام الناس انفرأ هذي عقوبتك تحتمر عقوبة يمشي من غير غطرة لان عيبة شون رجل ويمشي بالسوق ويروح يصلي بسيد من غير تقطية رأس عيب طيب فاحنا نقول للنسان يحرص على هذا الامر ولكن ما ما نقول والله لشنا انا منغطي رأس ما اصلي لا صلي معود همشي الصلاة باب ما جاء في صفة ازار رسول الله نختم هذا صلى الله عليه وسلم عن ابي بردة عن ابي قال اخرجت الينا عائشة رضي الله عنها الكساء ملبدة وازارا غليظة الكساء هو اليستر اعلى البدن والازار الي اسفل البدن في معناة ملبدة يعني مرقعا سميكا ثخينا عليه الصلاة والسلام قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا لما مات كان لابس هذا ولي طيب وعن اشعث ابن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن امها قال بين انا امشي بالمدينة اذ انسان خلفي يقول ارفع زارك فانه اتقاه فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انما هي بردة ملحاء يعني مختلط اللون الاسود بالرماء بالابيض ملحاء فقال اما لك في اسوة يعني انت مو المفروض انك تقتدي بي ما تحب تقتدي بي فنظرت فاذا ازاره الى نصف ساقيه يعني كان ازار النبي عليه الصلاة والسلام الى منتصف الساقين بين الركبة والكعب وعن حذيفة من اليمان قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة الساقي او ساقه يعني مسك العضلة العضلة اللي نسميه البطات طيب اللي وبين الركبة والكعب هذه هذه العضلة البارزة فقال هذا موضع الازار السنة ان يكون واحد ازاره الى هذا الموضع فان ابيت يعني ما تبي تلبسها قصير لهالدرجة يصير تنزل لكن وين فان ابيت فلا حق للازار في الكعبين انك انت تنزل الازار تحت الكعبين لا هذا ما يجوز هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان 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 يحرص ان دشداشته وزاره صرواله بنترونه يصير فوق الكعبين ما يكون تحت الكعبين ما كان اسمه الكعبين ففي النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والأسف من الامور التي هجرها كثير الا ما اكثر المسلمين والأسف الان في مسلمين يطبقونها لكن ليس باب السنة المباب شنو الموضع الان صارت الموضع البرموضع هذه عرفت البنطونات سنة نص الساق واللحية زي ليش مرب لحيتك على غوتوم ستايل في واحد والله عرفه زي اسمه يطاف يكلمني لما قدم صديقة على احدى المدارس الاجنبية بالكويت فسووا له المقابلة وكل شيء قالوا انت نمتاز نبيك بس انت حاضي كدين ولا موضع ليش لان اذا كنت حاط موضع عادي لكن اذا انت متدين لا احلقها احلقها ونوضعك بالمدرسة سبحان الله شوف 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 انك تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام كسنة ممنوع لكن اذا كانت موضع وتقليد للغرب عادي حلوة على الكلب وسبحان الله تجدها شكلهم بشع يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يأخذ من الشارب ويوفر اللحية عليه الصلاة والسلام هذا اللي تشوف سبحان الله تارك لحيته وتارك شاربه على براط مول برط من تحت وهذا مخالب سنة النبي عليه الصلاة والسلام السنة حفاء الشارب ويأتي هذا ان شاء الله بزاكم الله خير وصلي الله وسلم على محمد نعم ما تحت الكعبين حديث نبي عليه الصلاة والسلام قال من جره ثوبة خيالاء لا ينظر الله إلي ولا يكلم ولا يزكي ولا عذاب أليم وحديث ما أسلم الكعبين في النار زين يقول هذا لا حكم عقوبة فاللي يكون ثوبة تحت الكعبين خيالاء وكبرا فهذه شنو عقوبته لا ينظر الله إلي ولا يكلم ولا يزكي ولا عذاب أليم أربع عقوبات بسبب الخيلاء لكن واحد يقول لك انا مو خيلاء شا دي يعني فشلو عقوبتين قولها في النار ما اسمنا الكعبين في النار فهذه حرام وهذه حرام فحنا نقول لها كلها يعني سبحان الله ليش الانسان يخلي نفسه عرضة لعداب الله سبحانه وتعالى او عرضة لخلاف علماء بس عشان اربعة صانتي يصرها الاربعة صانتي وخل دجلاشتك فوق الكعبين بنظرونك فوق الكعبين يعني نقول لكم كما قال نبي عليه الصلاة والسلام الصحابي اليس لك في النبي اسوة مالك اسوة في النبي اللي يقول ايه خلاص قسر الثوب والحمد لله ينظر كل شيء نعم لان الاسلام دين حياة كاملة عشان شدي الناس قاعد يعني طبق ما هو يبي بس وينك تعمل ننظر لك تعمل رب العالم ينظر الى اعمالكم طبعا طبعا غير رب العالم يعني يعني واحد يتوظف لابس لي بنطرون شديد يتوظف داشة على المدير داشة عليني صحيح مقابل شؤون مسجد شديد نحن طبعا شكرا